فنيا أو كعناصريا منتخب الفرنسي كفته أكثر يعني لعبين يلعبوا في أكبر الأندية العالمية خبرات متتالية المنتخب الفرنسي بطل كاس العالم الماضية محقق الدول الأوروبي تقريبا العام الماضي رغم غياب قبل البطولة كريم بنزيمة بوكبا كونتي ما زال الفريق بنفس الرتم عندهم الإمكانيات يمكن قوة الأرجنتين بشهادة الجميع تكمن في أسطورة كرة القدم ميسي كذلك فيه نقطة غائبة عن الجميع في هذه البطولة تحديدا اللي فارق مع الأرجنتين مع ميسي هو الجمهور الأرجنتيني اللي نحن بنشاهده في المباريات حقيقة هو متعة البطولة مساند بشكل كبير جدا المباريات اللي نحن بنشاهدها في ملعب لوسيل كأنها المباراة مقامة في بيوريس آيرس دعم جماهيري كبير جدا داخل الملعب وحتى خارج الملعب هذه من الأشياء اللي ممكن تكون من الأشياء الإيجابية للمنتخب الأرجنتيني في مباراة الغد لكن غدا مباراة فريق يملك الإمكانيات وفريق منتخب آسف الكل متعاطف معه حتى نجوم العالم عبد الله اليوم نحن بنشاهد نجوم العالم سواء النجوم البرازيلية اليوم شاهدنا باجو النجم الإيطالي الشهير يحضر إلى قطر بقميص الأرجنتيني يقول بساند ميسي يعني التعاطف الكبير مع الأسطورة ميسي يعني هذا ماهو شي سهل لاعب صنع مجد وأثر كرة القدم خلال 17 سنة بكل أمانة نتمنى البطولة له التوقعات صعبة تلعب مع منتخب يعني منتخب قوي وكبير جدا في السنوات الأخيرة لكن أمنياتنا حقيقة أنه هذا النجم الأسطوري أنه يختم مسيرته بالبطولة التي استحقها ميسي يعني معه قدمه للكرة العالمية وللكرة الأرجنتينية تحديدا عبد الله يعني قبل أيام شاهدنا إحدى المذيعات الأرجنتينية تتكلم مع ميسي وجهت له رسالة باسم الشعب قالت له أنت يعني البطولة ممكن تأتي ولا تأتي لكن اللي أنت صنعته للشعب الأرجنتيني اليوم نحن نشاهد الأطفال كبار السن كلهم يلبسوا قميصك أنت فرحة للشعب فأتوقع خير ختام لهذا النجم الأسطوري أنه يحقق البطولة يعني أمنيتي شخصيا ما أتوقع المبارة المبارة صعبة جدا لكن أمنيتي شخصيا أنه نشاهد ميسي يحمل البطولة التي غابت عنه حقك كل شيء اللاعب هذا يتبقى له أنها تكون ختامها ميسك في كرة القدم لهذا النجم يعني إحنا محظوظين كجيل أنه إحنا كنا شاهدين على إبداعات هذا النجم ممكن نجوم سابقين حضروها يعني اللي قبلنا لكن كميسي إحنا محظوظين جدا أنه عشنا هذه الفترة الأسطورية لهذا اللاعب صعب صعب أنه يتكرر بكل أمان